حين نذهب إلى سورة الصافات ماذا نقرأ في سورة الصافات في الآيات الأخيرة في الآية التاسعة والخمسين بعد المئة والآية التي بعدها سبحان الله عما يصفون تقديس لله عن كل وصف يصف الخلق به الله سبحانه وتعالى حين كبر المؤذن وكان أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قريبا منه لما كبر المؤذن فقال الله أكبر قال هذا الصحابي صاحب الإمام الله أكبر من كل شيء قال له إمامنا الصادق وهذا توحيدهم هذا توحيد علي وآل علي قال متى كان مع الله شيء حتى تقول بأنه أكبر من كل شيء هل يقاس الله بغيره متى كان مع الله شيء قال فما أقول يا ابن رسول الله قال قل الله أكبر من أن يوصف لا تقول الله أكبر من كل شيء متى كان مع الله شيء حتى نقول بأن الله أكبر من كل شيء هل هناك من شيء يمكن أن تكون له قيمة في جنبه سبحانه وتعالى وتلك هي حلاوة التوحيد وتلك هي حلاوة المحبة إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ما أشرت إليه في الحلقة الماضية في مناجاة المحبين إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا سبحان الله عما يصفون عما يصف كل واصف إلا هناك استثناء هناك مجموعة تستطيع أن تصف إلا عباد الله المخلصين هذه الآية التاسعة والخمسون بعد المئة والستون بعد المئة من سورة الصافات سبحان الله عما يصفون سبحان الله هذه الكلمة يعني تسبيحا لله تسبيحا لله والتسبيح هو التنزيه والتقديس نفي كل نقصا سبحانه نحن نجله عن وصف كل واصف إلا هناك مجموعة تستطيع أن تصف إلا عباد الله المخلصين سبحان الله عما يصفون يصفون كل أشكال الخلائق وكل أشكال الواصف إلا جهة واحدة تستطيع أن تصف وصفها صحيح من أراد الله بدأ بكم ومن عرفكم عرف الله ومن جهلكم جهل الله سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين وتستمر الآية الآية الرابعة والستون بعد المئة أنا لست بصدد شرحي وتفسير سورة الصافات فقط ألتقط منها لقطات من هنا ومن هناك في الآية الرابعة والستين بعد المئة وما منا إلا له مقام معلوم من هؤلاء وما منا إلا له مقام معلوم الرواية يرويها السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان ينقلها عن تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه علي بن إبراهيم بسنده عن يحيى بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال سمعته يقول وما منا إلا له مقام معلوم قال نزلت في الأئمة والأوصياء من آل محمد هؤلاء هم الموحدون هؤلاء هم المخلصون والمخلصين في توحيد الله نحن لا نعرف مدى إخلاصهم لكننا نأخذ التوحيد منهم من أراد الله بدأ بكم ومن وحده في نفس الزيارة الجامعة قبل عنكم التوحيد منهم هم باب الله هم باب التوحيد من لم يتجه إلى هذا الباب فليس بموحد أما حقيقة توحيدهم ما هي نحن لا نعلمها لا نعرفها هم يعرفونها سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين وما منا إلا له مقام معلوم صادق الآل يقول نزلت في الأئمة والأوصياء من آل محمد وتستمر الآيات في سورة الصافات وإن لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون هؤلاء هم المسبحون هؤلاء هم الذين يقولون سبحان الله عما يصفون عما تصف كل الخلائق لأنهم هم الجهة الوحيدة التي تصف الله لأن الله قد تعرف بهم إلينا بهم عرفنا الله سبحانه وتعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون أيضا في تفسير علي بن إبراهيم عن شهاب ابن عبد ربه قال سمعت الصادق أبا عبد الله يقول يا شهاب نحن شجرة النبوة نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة يا شهاب نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ونحن عهد الله وذمته ونحن ودائع الله وحجته كنا أنوارا صفوفا حول العرش هذا في مرتبة من مراتبهم وإلا فالعرش من نورهم كنا أنوارا صفوفا حول العرش نسبح الله فتسبح الملائكة بتسبيحنا إلى أن هبطنا إلى الأرض وهذه دعوتهم هم الدعاة إلى الله هم الأدلاء على مرضاة الله وقلت بأن هذه العناوين تتعانق جميعا فيما بينها في المعنى كنا أنوارا صفوفا حول العرش نسبح الله فتسبح الملائكة بتسبيحنا إلى أن هبطنا إلى الأرض فسبحنا فسبح أهل الأرض بتسبيحنا وهذا ليس هو الهبوط لتبليغ الرسالة هذا هبوط اللطف هذه الأرض التي إذا حجب عنها لطف الإمام ساخت فسبحنا فسبح أهل الأرض بتسبيحنا وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون هذا قول صادقهم صلوات الله عليه والقرآن هنا يقول وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وما منا إلا له مقاما معلوم المقام المعلوم مقام محمد وآل محمد ومن غيرهم قل لي بربك من غيرهم أنت يا من تعرف محمدا وآل محمد وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ولا زال الكلام كلام صادقهم فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله وهذا هو التوحيد وهذا هو التوحيد على أتم صوره فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله عز وجل وذمته ومن خفر ذمتنا خفر الذمة خفرها يعني غطاها يعني من نقض العهد ومن خفر ذمتنا فقد خفر ذمة الله عز وجل وعهده وهذا هو التوحيد وهذا هو الكفر التوحيد بكل معنى فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله عز وجل وذمته ومن خفر ذمتنا فهذا الكفر بكل معنى فقد خفر ذمة الله عز وجل وعهده رواية جميلة جدا ينقلها سيد هاشم البحراني أنقل منها موطن الحاج رواية طويلة يتحدث فيها خاتم العنبياء عن نوره ونور علي فيقول خلق نورا الله سبحانه وتعالى خلق نورا فقسمه نصفين فخلقني من نصفه وخلق عليا من النصف الآخر هو يقول علي يقول أنا من محمد كالضوء من الضوء يشير إلى هذا كلمته المشهورة في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة أنا من محمد كالضوء من الضوء عبارة مختصرة تختصر كل هذه الأقوال التي ذكرتها خلق نورا فقسمه نصفين فخلقني من نصفه وخلق عليا من النصف الآخر قبل الأشياء كلها هنا نضع خط كي تتركز هذه الجملة في أذهان المحبين قبل الأشياء كلها خلق نورا فقسمه نصفين فخلقني من نصفه وخلق عليا من النصف الآخر قبل الأشياء كلها ثم خلق الأشياء فكانت مظلمة فنورها من نوري ونور علي فكانت مظلمة ثم خلق الأشياء فكانت مظلمة فنورها من نوري ونور علي ثم جعلنا عن يمين العرش وتلك مرتبة من مراتبهم وليست هي أعلى المراتب ثم خلق الملائكة فسبحنا فسبحت الملائكة وهللنا فهللت الملائكة وكبرنا فكبرت الملائكة فكان ذلك من تعليمي وتعليم علي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيا وانصرانا فإنكما ناصرا صلوات الله عليكما وعلى آلكما الأطيبين الأطهرين سعد من والاكم وخاب من جحدكم ولذلك قلت بأن القراءة الصحيحة والمخلصين في توحيد الله هؤلاء هم سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين وإن كانوا ليقولون الآيات مستمرة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ومر كلام صادقهم نحن الصافون نحن المسبحون تستمر الآيات وإن كانوا ليقولون من هم أولئك الذين سيصلون الجحيم لو أن عندنا ذكرا من الأولين من الأولين من أصح من أصحاب المراتب الأولى لكنا عباد الله المخلصين لو أن عندنا ذكرا من الأولين من أصحاب المراتب العالية المراتب الأولى لكنا عباد الله المخلصين في سورة صاد والتي هي شقيقة لسورة الصافات السورة التي تأتي بعدها وهناك تناغم في المعاني بين هاتين السورتين بين الصافات وصاد الآيات الأخيرة من سورة صاد والتي تتحدث عن إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين هو يقول إلا عبادك منهم المخلصين هناك مجموعة ليس لإبليس ولاية عليها إبليس أثر على آدم وآدم أعلم الأنبياء لكن هناك مجموعة ليس لإبليس ولاية عليها إلا عبادك منهم المخلصين هذه المجموعة واضحة لديك لا حاجة لأن أترجم لك أسماءها قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والمخلصين في توحيد الله الآيات مستمرة في آخر سورة صاد قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر هنا الحديث عن الأجر ما الذي جاء به أليس لأن العباد المخلصون هم هم الذين مودتهم هي الأجر قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين في نفس سورة صاد هذا التعبير موجود لو كنا نستمر في القراءة لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين فتولى عنهم حتى حين فتولى عنهم حتى حين الآية الرابعة والسبعون بعد المئة في سورة الصفات آخر آية من سورة صاد ولتعلمن نبأه بعد حين ماذا يقول آل محمد في هذه الآيات هذا هو تفسير البرهان وهذا هو الجزء السادس السيد هاشم البحراني والرواية ينقلها عن الشيخ الكليني عن الكافر الشريف عن أبي حمزة عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر في قوله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين قال هو أمير المؤمنين هذا الذكر الذي هو للعالمين هو أمير المؤمنين ولتعلمن نبأه بعد حين قال عند خروج القائم صلوات الله وسلامه عليه الحديث يبدأ من محمد وآل محمد وينتهي عند محمد وآل محمد ويدور حول محمد وآل محمد والقرآن مع علي وعلي مع القرآن والحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه حيثما دار الآيات واضحة صريحة والروايات جلية في معناها وفي مضمونها الخلاصة التي نصل إليها والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله فهم في أتم مراتب مراتب المحبة لله سبحانه وتعالى وهم في أعلى مراتب الإخلاص والقلوص والتخلص والتخليص لقد استخلصهم الله لنفسه التخلص والتخليص هو الاستخلاص الله سبحانه وتعالى استخلصهم لنفسه وهذه مرتبة خاصة بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وذلك هو الاستخلاص الله سبحانه وتعالى استخلصهم لنفسه يا أحمد خلقتك لي كما جاء في بعض الأحاديث القدسية